الله عن الفؤاد محلقا ما لعينه نرأت ولا أدره نسامعت ولا خطر على قلب بشر ربنا يبارف فيكم جميعا رب العالمين واجمعنا وقاكم على الخير بنادعوا كما تعودنا لمرضى المسلمين بنادعوا الوالدي وأخته هدى المصري الحجة سعاد عث الدكتور سامر يوسف مهندس إهابي يوسف الأستاذ ربع صقر الأستاذ هاني صلاح الأستاذ ياسر الهواري الأستاذ نازيه اليافي من لبنان والأستاذ أحمد إبراهيم والحجة خيرات والحجة صباح سيد حنفي والأستاذ عري بكري عري والدت الأستاذ عصام حجازي والأخت مروى سلطان والدت الأستاذ أحمد الزيت والدت الأستاذ سريمان محمد والأستاذ محمود الهواري والأخت زبيدة والأستاذ رياض والأخت فاطمة حسن والدت الأستاذ محمد شحاتة وجميعا مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أياش فيهم 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 بندعو الموتى المسلمين بندعو الولدتي رحمه الله رحمة الله وسعه والأخت منال خضر زوجة الداعية الدكتور فتح الحسيني في إيطاليا والأستاذ محمد عبد الله مالك والشيخ زكريا محمد عبد السلام والأخت هبة الله أنور والأستاذ محمود عصام والأخت نظام فخري الجهري أسأل الله عز وجل أن الحمم رحمة وسعة اللهم أكل من نزلهم ووسع مدخلهم وغسرهم بالثلج والماء والبرد واجعل كبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اصقيم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يضمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين طبعا في خضم الحياة وفي خضم الأحداث السريعة اللي بتجري في دنيا الناس مش عايزين ننسى الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى وإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان عايزين ندعو لكل المسلمين ويعني نخلي الدعاء كده لكل المسلمين ربنا يكرمنا وناخد أجرهم جميعا لما ندعي لهم حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة تخيل حضرتك لما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كل مؤمن وكل مسلم يكتب ليك حسنة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يا ربي يجمعنا وإياكم على الخير دائما الحاجة الثانية أنا طبعا في قمة سعاتي وما زالت السعادة ونشوة السعادة بهذه الحملة تغمر قلبي بفضل الله سبحانه وتعالى حملة مقاطعة التبرج ولمرة الثالثة والأخيرة بوجه إخواني وأخواتي لسماع درس أختاه وقفته مع النفس والكتاب الصغير برضو بنفس العنوان أختاه وقفته مع النفس وزي ما قلت لكم الموضوع وقف لله سبحانه وتعالى لما فيوش أي شيء من أنواع التجارة موجود على موقع إسلاموي تخش إن شاء الله تلاقوا الدرس موجود حملوه ووزعوه كده من خلال الإيميليات إذا كان ينفع أو من خلال سيديهات أي حاجة على أخوانكم وحبابكم لعل وعصى ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتكم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيروا لك من حمر النعم وبمناسبة الحملة ما نساش طبعا من باب الوفاء طبعا من باب يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله ما نساش أشكر أخوي وحبيبي الأستاذ عصام حجازي وأخوي وحبيبي الأستاذ محمد المشد على متابعة الحملة ونشرها على القناة ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم وطبعا من نساش توجهات أخوي وحبيبي بقى محمد الميدني يعني ربنا يكرمه رب العالمين فبيقول يا أخواننا عايزين للحملة نفعلها أكتر وأكتر وأنا عايز أقول أن يعني مش عايز أقول آخر ما عاد نتكلم عن الحملة النهاردة لكن عايز أقول أن احنا هنبتدي بقى يعني نشوف حملة جديدة كده نتكلم عنها إن شاء الله عشان الأيام الجميلة المقبلة اللي جاي ديت وبعد كده إن شاء الله في حملة تانية هنتناولها لكن هم أكبر حملتين أنا عايز أقودهم في حياتي كلها من الآن وحتى ألقى الله سبحانه وتعالى هي حملة عن الحجاب وحملة عن الصلاة حقيقة جماعة دول الحملتين إلينا يعني أو أكتر حاجتين أنا بتبناهم في حياة الدعوية من يوم ما ربنا أكرمني ورزقني بنعمة الدعو إلى الله سبحانه وتعالى شرف وقدر والله الواحد ما يستحقه لكن فضل ربنا سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك كبيرة يعني أن بركز على الحاجتين دولت مش معنا كده يعني بقوهم الباقي الجوانب لكن أكتر حاجتين بحتاج أركز عليهم حجاب المرأة المسلمة وأن المسلمين كلهم بيصلوا عشان عايزين ننقذ الناس كلها من النار وعايزين ربنا يجمعنا بكل المسلمين في جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى الحملة اللي احنا عايزين نتكلم عنها إن شاء الله ابتداء من النهاردة والمدة كم يوم كده لحد يوم لحد ليلة العيد إن شاء الله هنتكلم عن حملة اسمها حملة خير أيام الدنيا خير أيام الدنيا هنتكلم فيها الحملة دي تبندعو المسلمين في كل أقطار الأرض لأنهم يكثروا من الصيام وطبعا ما شاء الله تسعة ينظرت فيهم ما شاء الله صيام يوم عرفة وصيام يوم عرفة كما قال النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يغفر به ذنب سنتين أو ذنب عامين عام مقبل وعام مضى يعني السنة اللي فات والسنة اللي جاية يتغفر ذنب المسلم في سنتين كاملين بالصيام يوم بفضل الله سبحانه وتعالى أظن ما حدش يفرت أبدا طبعا الأيام دي تقال عنها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي للغاية البخاري ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي الأيام العشر اللي هي العشر من زي الحجة طبعا باستثناء يوم العيد اللي يوم العيد ما فيوش صيام يعني تمام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل قال ولا الجهاد في سبيل لا إلا استثناء واحد بس إلا رجل خرج بنفسه وماله ليجاهد يعني فلم يرجع من ذلك بشيء مرجعش بحاجة خالص لا بنفسه ولا بماله ده بس اللي ممكن يكون أحسب من هذا العمل فطبعا أيام عظيمة جدا هي خير أيام الدنيا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر أظن الكلام واضح جدا وقافع جدا مش محتاج بقى تأولات ولا نحن نقعد نبحث فيه لا أفضل أيام الدنيا أيام العشر أفضل أيام على وجه الأرض طبعا بعض العلماء لما قاعدوا يفاضلوا يا جماعة الخير ربني يا رب يجمعنا وإيكم على الخير قاعدوا يفاضلون يا ترى أول عشر تيام في زي الحجة أفضل ولا آخر عشر تيام في رمضان فالإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله وسعة فصل في هذه المسألة فصل جميل جدا جدا ورائع جدا قال إيه قال إن الأيام أيام العشر زي الحجة نهرها أفضل من نهار خد بالك بقى من نهار العشر الأواخر من رمضان أما ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من زي الحجة لأن ليلها في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وبذلك يعني يتطفق المعنى وبفضل الله سبحانه وتعالى وتجتمع النصوص ربنا يجمعنا وإيكم على الخير فعايزين يا جماعة الخير إن احنا نجتهد في العشر الأوائل من زي الحجة اللي المفروض أظن هتبدأ أظن يوم الأربع ميداني صح كده تقريبا يوم الأربع يوم الأربع إن شاء الله هنبتدي نحن نكتهد إن شاء الله صيام نوافل قيام الليل وخد بالك طبعا في حديث ورد والحديث ده لا يصح طبعا مخصوص بليلتين العيد ليلتين العيد الفطر وليلتين العيد الأطحى إنه من أحيا ليلتين العيد أو ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب طبعا ده لوعرق بس المخير بش زي ما بقوله يعني حديث طبعا لا يصح وليس له أي أصل يعني تمام إنما ورد طبعا عن بعض الصحابة الحديث أو الكلام في إنه يستحب قيام الليل في العشر عشر أيام من زي الحجة عشر اليال بتاعتهم يعني لإن قيام الليل يستحب بطول السنة يستحب بطول السنة ولا نخص به ليلتين العيد يعني ما نخصش ليلت لقيت بالقيام نما نطلق بقى القيام في سائر أيام العام ربنا يرزقنا وإياكم لزة القيام ولزة الصيام عايزين نكتر يا جماعة من الصيام من القيام من ذكر الله سبحانه وتعالى كان سيدنا أبو هريرة وعبد الله بن عمر كان مؤورد ذلك البخاري كان بيخرجوا إلى الأسواق في العشر الأول من زي الحجة وكانوا يهللوا ويكبروا فيهلل المسلمون ويكبروا لتهليل وتكبير أبو هريرة وعبد الله بن عمر عايزين نكتر من ذكر المولى عز وجل عايزين نكتر من قراءة الكرآن ايه رأيكم انا نتعاول من دلوقتي ونخليها ان شاء الله ختمة كرآن كاملة من أول يوم من زي الحجة لحد يوم تسعة في التسعة تيام دول بفضل الله سبحانه وتعالى وممكن نبدأ قبلها بيوم ما فيش مشكلة لحيث يبقى في عشر تيام نختم لو كل يوم تلت جزاء وسهل يجد دلم الله العظيم لو مثلا بعد الفجر جزء ان شاء الله بعد العصر جزء بعد العشة بعد العشة جزء بقى تلت جزاء مفرقة مش هتتعب فيها بفضل الله سبحانه وتعالى هيبقى تلت جزاء في اليوم يعني عشر تجزاء يعني في عشر تيام يبقى تلتين جزء يبقى احنا كده ختمنا ختمة كرآن صمنا تسعة تيام فيها يوم عرفة يتغفل لك بها زم بسنتين ذكرنا المولى عز وجل وهللنا وكبرنا المولى عز وجل كبرنا المولى عز وجل بنقول لا إله لله الله أكبر ونذكر بقى الأذكار بقى الذكر الوارد طبعا في العشرة دي ونحاول بقدر إمكان ربنا يباري فيك يا رب العالمين اللي هيضحي يمسك عن شعره وأذفاره يعني لا ما يقصش ضغفره ولا يحلق شعره العشرة تيام من أول دخول أول يوم ذي الحجة لا يحلق شعره ولا يقص ضغفره لحد ما ربنا يكرمه إن شاء الله ويضحي فيه بالعيد ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص وتقبل منا ومنكم وطبعا زي ما قلنا يا جماعة عايزين برضو صلة الرحم والإنفاق والصدقة لأن لو قضينا بقى العشرة تيام دولت أو التسعة تيام دولت ما بين صلاة وقيام ليل وذكر المولى عز وجل وقراءة القرآن يبقى كده الفقير إن شاء الله هياكل جتوه يعني مش هليه حاجة يكله خالص لأ ده إحنا عايزين إن إحنا عايزين نقول لنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عملا صالحا معينا يعني ما قالش في العشرة الأوائل من ذي الحجة لازم تصومه أو لازم تقومه ما ممكن راح يقول والله أنا ماليش في الصيام الصيام النوافل أنا أضعف عن ذلك أنا يدوب بصوم فريدة رمضان بالعافية خلاص نقول له طب كتر من القيام طب واحد تاني ماليش في القيام وليه في الصيام يصوم واحد تاني ماليش لا في القيام ولا في الصيام هو يدوب بأرض الفرائده بس لكن عنده قدر على الانفاق يجيب الفقراء ويطعم وماشاء الله وينفق عليهم ويجيب لهم لبس العيد لأولاد ومواء ربنا يكرمكم الخير واسع وربنا يكرمنا ويكرمكم وارزقنا أكل إخلاص على قد ما نقدر نكتر من أنواع الخير عشان ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالوا نبدأ لقاء النهاردة مع علامات الساعة الصغرى ومع رحلة إلى الدار الآخرة لكن كما وعدنا أخواتنا الفاضلات أن احنا نذكر مجموعة من الأسامي في أول كل حلقة من باب تشجعهم إن شاء الله على الحجاب بفضل الله الأسبوع ده أو الفترة فات جنة من دون الأوراق مريم عاطف 8 سنوات ما شاء الله مونة محمد حسن إيمان مصطفى نورة فتحة علي وأختها شيماء ونجلاء من المينيا داليا علاء رانيا أحمد سيد جهان السيد غريب آية الحبشي 10 سنين لمياء من قوس أم محمد وعلي ويوسف الحجة وجيها 57 سنة ما شاء الله الأختي غادة محمود أم رؤى من نات الله 10 سنين ندا وعنود وندا بدر وفاطمة ودعاء النجار وشيماء وهدية جمعة وأم شريف وشيماء عيسى 10 سنين شيماء جابر وريم مصطفى 12 سنة وأماني علاء الدين نصر 10 سنين وأم عاري من الأردن وأم يحيى وأم آدم كفاح وحبيبة سعيد 7 سنين إن شاء الله 7 سنين لابس حجاب إناس هشام وهند محمود عزو ونجو أبراهيم من أسوان وصفاء جمعة أم مريم من 53 سنة إن شاء الله وأنوار التميم من الخليل ربنا يحفظه متسلين من الأردن وأم شاهد وأم جمال وأم محمد وياسمين ماجد 10 سنين وأيمان طه أحمد وأيمان قطناني ويسرى يوسف ومروى من الشرقية وإناس محمد من الخصوص ورانيا من القاهرة ودينة عاطف وآية يحية ومريم يوسف وأم محمد ومروى فتحي وريهام وأسماء وصفاء مصطفى في السنوية العامة وسماح وشيماء وإيمان ورغض من فلسطين وأم إسلام وأم مازن ورينادة محدين والشيماء من القاهرة وفاطمة وأميرة عبادة وسمية وإيمان حمدي والأخت أبرار وداليا ونور وأم عبد الله ونوها حلبي وكريم محمود ووفاء الحلواني ومهل عمري وميرفة السيلاوي وشيرين واعتماد وريهام محروس وروبا عبد العال وأم الشام وعبير كمال من الأردن ونوف عبد الله عشر سنين وهنوف وصارة عبد الله اتناشر سنة وأم خلود وإيمان محمود صالح وهند محمد وعولة بنت سلمة ونوها سالم وإناس وعولة حموي وصحر عبد الغاني خليل وأم حبيبة من دير مواسن منيا ودعاء أبو بكر وابتسام من السعودية وحنان حمزة وحبيبة أيمن جابر حداشر سنة وأمونة زمقان وريم سيد عشر سنين وأماني السيد عبد الحافظ وأم صارة وكريم المنوفية وحنان حمزة وإيمان من سوريا وإسراء عبد الباصط على فكرة أحيانا بيحصل معي بس لحسنها الآن يعني إن في بعض الأسماء بس دي قليلة جدا بتتكرر بس هي إحنا ما بنقصدش نكررها نيميا بتيجي هي بتبعت أكتر من رسالة فتسمحونا عن وإسراء عبد الباصط واعتماد محمد ونسرين ونورهان محمود وأفنان من جنوب السعودية وأفنان من جنوب من السعودية وأم سامر من سوريا ومونة إبراهيم عرفة الشربين المنصورة وحبيبة خليل من طنطة إيمان علي وابن تهى مريم ودينة من اليمن معلش أصلي لازق الكلمة في بعضها دينة من اليمن وشيماء مسعد ومريم طهر رياطي من الأردن وياسمين ماجد ما شاء الله عشر سنين وأم ماجد من سوريا ونورهان عبد القادر 12 سنة وأمونة حلاوة وأم محمد رانيا وليلة شافعي وإنجي محمد آخر برقة خلاص نوها ضياء ومونة أحمد والشروق هي مكتوبة شرق محمود صالح بس هي ممكن تكون شرق محمود صالح وأسماء العساوي وزينب أحمد جمعة وأم محمد بن سواج وخديجة إسماعيل وأمين عاطف وفاطمة وخنساء ومنا مجبدي محمد ممكن تكون محمدي والله أعلم وهالا الشحات من الشرقية ودعاء من مصر ربنا يا رب بيبارف فيكم جميعا يا رب العالمين وأنا وعد أمام الله سبحانه وتعالى أن أكمل قراءة الأسماء بتاعكم إن شاء الله في الحلقات القادمة كل حلقة كده ناخد مجموعة من الأسماء ربنا يا رب بيبارف فيكم ويسبق تاخواتنا على الحجاب ونسعيد جدا أن الحمد لله الأعداد كل ما نعمل بتكتر والخير موجود في المسلمين إلى يوم القيامة ربنا يا رب بيبارف وجميعا تعالوا نكمل علامات الساعة الصغرى في عجالة سريعة كده وسمحونا كان لازم المقدمة عن الحديث عن العشر الأيام من زل حجة لأنه ما نفعش لهم ما يعدوا كده يعني ده خير أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا ربنا يا رب يتقبم مننا ومنكم صالح الأعمال تعالوا نشوف من علامات الساعة الصغرى احنا ذكرنا جماعة 12 علامة تعالوا نشوف العلامة رقم 13 علامة رقم 13 شرب الخمور واستحلالها خذوا بالكم الحاجة في العلامات يا جماعة مش لازم تكون علامات الساعة الصغرى مش لازم تكون حاجات وحشة فيه حاجات وحشة وفيه حاجات كويسة وفيه حاجات من المعاصي وفيه حاجات من تخض واخد بالك يعني مش لازم تكون كلها حاجات وحشة طبعا الحاجة اللي جاية دي حاجة وحشة مش كويسة شرب الخمور واستحلال شرب الخمور ده من علامات الساعة الصغرى ايه الدليل على كده حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم من أشراط الساعة ذكر بعض الأشياء ومنها ويشرب الخمر يبقى من أشراط الساعة أن يشرب الخمر يعني من علامات الساعة أن الخمر تشرب وخبال حضرتك طيب الحديث الثاني في البخاري اللي احنا قلناه قبل كده في تحريم الغناء لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون يستحل يعني الشيء ده محرم وهو بيستحل وبيتحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى يستحلون الحرة يعني الزنا والحرير يعني نبس الحرير للرجال والخمر يعني شرب الخمور والمعازف يعني المزيقة خب بالك بقى حديث عجيب جدا يوضح لك المسألة ويخليك تحس قد إيه النبي كأنه كان ينظر إلى الأمة الآن من وراء زجاج شفاف اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصدع عليه حديث رواء أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خب بالك بقى لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه النبي بيقول أن في طائفة من أمتي من المسلمين هيستحلوا الخمر بس هيستحلوا إزاي يا جماعة هيسموه باسم تاني خالص اسم غير الاسم بتاعهم علشان يعني يسهلوا المسألة من الاسم للناس فيحسوا أن المسألة مفاش لزنب والحاجة لأدى الموضوع جميل قوي يسموا الخمر إيه؟ مشروبات روحية ويسكي شامبانيا كينة عبدالعاه البطل الأبطال حضرتها طبعا ممكن يكون يعني ممكن يكون الأجيالي الموجودة دلوقتي ما حضروش الإعلان ده لكن إعلان زمان خالص كانوا بيعملوا بقى الكينة ويجيب لك واحد وخبالك اسمه عبدالعاه ويقول كتفوني ويروحوا مكتفينه بالحبال وبعدين بقى يحاول يفك نفسه ما بتفكش وخبالك وقال إيه؟ أول ما يشربوا الكينة باس يوميل إيه؟ خلاص أنا عبدالعاه البطل الأبطال للتسقيف همال تشجيع همال الحياة كده ويروح فاكك الحبال بإيه؟ بالكينة دي فيخلي الشاب اللي قاعده قدامه وقال إيه أنا عايز أبقى قوي زيدا طب إيه سر قوته لكينة عبدالعاه البركة في عبدالعاه يوم جايب كينة يروح شارب فيسكر يا عزم بالله فيستحل الخمر ويسمي الخمر باسم غير اسمها الحي هي اسمها الحي خمر فانسميها وسكي شامبانيا white and black ولا black and white وشعف إيه؟ آه يعني آه كلام كبير يا مدر حاجات كده اسمها معانا يسموها بحيث إيه؟ بحيث بحيث من خفيف عليك قوي يعني تخيل حضرتك بدل ما قولك دي ده كاس خمره من اللي ربنا حرمه لما لما قولك إيه؟ ده كاس ويسكي بس عشان تنعنش واخبالك أو ده شامبانيا شامبانيا ده حاجة كده جميلة خفيفة عشان بس تخيل إن يصل أيازم بالله التجرق على انتهاك محاري من الله والله حاجة يا جماعة فوق الخالي إن يحكي لي واحد الراجل دوت كان مدير فندق من الفنادق التي كانت تقدم الخمر وربنا تبع عليه والحمدلله وأكرمه وتركه لله سبحان الله تعالى راجل مدير فندق تعرف بقى يعني إيه؟ عشان تبقى سفراجة في فندق شو بتعمل بقى وصايته وتبش عارف إيه وإمضة من اتنين موظفين واخبالك وحاجات كده وضمانات ووصايت الدنيا عشان تتعاين سفراجة في فندق فدخل حضرتك واحد ووصل لمرتبته يبقى مدير فندق فندق إيه؟ فايف ستارز بقى وخبالك فبيقدم الخمر فهو لما يعرف حكم هذه المسألة فترك هذا العمل ابتغاء مرضاتي لقى ربنا أخلف عليه بأن نفس الشخص بفضل الله سبحانه وتعالى يكون مدير فندق من أكبر الفنادق الموجودة في السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى وفين؟ وفي المدينة المنورة وقدام الحرم النبوي على صاحبه الأفضل السلام فبيقول لي حاجة بقى الغريبة بيقول لي إن كان أيام ما كان شغال في الفندق بقى اللي كان بيقدم فيه الخمور والشامباني الحديث إنه رجل رجل سري جدا جدا رجل ثاري عربي دخل الفندق فطلب منهم إنهم يقفلوا الفواهة بتاعت البنيو اللي هي بتصرب المياه ويملولوا البنيو كله أيازا بالله خمر علشان ينام في الخمر ده وينقع جسمه في الخمر قال له ده ممكن يتكلف حوالي من 20 ل 30 ألف جنيه قال لي يتكلف 50 ألف جنيه أنا عايز ينقع جسمه في الخمر عايز جسمه يبقى ليحته خمر ربنا عافينا عافيكوا شوفي السفاهة لتوصل لدرجة إيه؟ إنه واحد ينقع جسمه في شوية خمرة بـ 50 ألف جنيه وفي فقراء المسلمين نهاردة مش لقيين اللقمة يكلوها يعني لبعض البرامج اللي تتعرض على الفضائيات بنشوف يا جماعة الخير ربنا يا رب يبارب فيكم ويحنن قلوب الناس الأغنياء يعني إن تلاقي ناس عايشين في عشوائيات والله الذي يلاقي له غيره حنفية يا جماعة عمومية حنفية عمومية بتخدم حي كامل الناس بيحكوا بيقولوا والله بنقف طوابير علشان بس يبقالين إن نشوف دورنا كده في المياه هنجيب مياه إمتى عشان نشرب مش عشان سامحني مش عشان يغتسلوا ولا عشان يتوضوا ولا عشان يغسلوا ولا عشان يعملوا حنفية عمومية لمنطقة كلها كاملة ولا تتخيل حضرك طبعا خناءات ومشاكل وضرب وقتل وحاجات ومشاكل بتحصل بسبب إن الناس مش عارفة تعيش في المكان دوت النور بيجي لهم ساعتين تلاتة وقطع بقيت اليوم وخبال حضرتك الصرف الصحي مفيش صرف الصحي بيرموا جنب البيوت عزكم الله القمامة جنب البيت سبحان الله تخيل لم واحدين أعجسمه في خمسين ألف جنيه ولا في ثلاثين ألف جنيه ونازل كده مش لقيين يعني هو لو ربنا يكرمه ويقوم مثلا جايب الناس بتوع العشوائيات دولة مثلا ويقوم مثلا بنينهم مثلا حتة بيت بسيط كده ويدل كل أسرة والله العظيم وهيرضوا يبقوا مبسطين جدا في مكان كده نضيف شوية يدل كل أسرة غرفة نضيفة كده بصالب حمام فقط هيبقوا مبسطين وهيدعولوا العمر كله وهيبقى أنقذ أسرة كاملة من الفقر أنا عايز أقدم دعوة يا إخواني والله يا ربنا يبر فيكم إحنا مش وظيفتنا في القنوات إن إحنا فقط نقدم فقط علم أو بعض المعلومات أو إحنا نقدم حلقات إحنا عايزين برضو يعني المسلمين يتكتفوا ويتعاونوا ويتأذروا إنهم ما يشيلوا بعض يا جماعة الخير إحنا كدعاء ما نقدرش إن إحنا ننفق على الناس يعني بعض الناس بيزعلوا بيتوسموا الخير في الدعية ده إنه مدام بيطلع على التلفزيون يبقى كيد دقاعد بقى على خميرة دولارات وخبال حضرتك هم مفكرين إن إحنا يعني كل الدعاء أغنياء فييجي لك الواحد من دول عايز منك عشرين تلاتين ألف جنيه فلما تقوله يا أخي أنا هجيب لك منه عشرين تلاتين ألف جنيه فيرد ردي بطبيعة يقول لك أمان أنت بتطلع الفضائيات ليه طب وأنا عشان أطلع الفضائيات قدي درسي أبلغ دعوة ربنا لازم يكون معايا تلات تربع مليار جنيه علشان كل اللي يجيدي أقوله ده خد تلاتين واخد عشرين واخد فأجماعة الخير ربنا برفيكم لازم نفهم مسائل صح الدعاء في مسألة أخذ الأموال أو إعطاء الأموال في حرك شديد جدا عليهم لا بناخد فلوس من حد عشان نوزعها ولا بنعطي حد فلوس لأن الأمور دي تعرضنا إحنا لمشاكل وقدين بالكم فالقصدوا أن إحنا بندعو الأغنياء أدالوا على الخير كفاعلة بندعو أغنياء الأمة أغنياء المسلمين ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك في صروتهم وأموالهم يا رب ويبارك في أولادهم ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين صناعي المعروف تقي مصارع السوء والله الذي لا إله غيره لو إن واحد غني سنة سنة حسن وأنا باتعو كل أغنياء العالم مش أغنياء مصر بس لو سنة سنة حسنة كل واحد يعني ربنا يكرمه مجموعة من الناس الأغنياء اللي عندهم فائد ملع عظيم جدا وكبير جدا يعني سبحان الله يعني أنا أعرف أن لبعض الأغنياء يا جماعة الخير والله بنتكلم بصراحة أحيانا في بعض المناسبات اللي بيعملوها ما بينهم ومن بعض في عيد ميلاد في عيد جواز وحاجة كده ممكن تلاقوا حجاجة بهدية للتاني تتعدى المئة ألف والمئتين ألف لكم أن تدخلوا هذا سبحان الله طب ما بالمئة ألف والمئتين ألف ربنا يكرمك زي ما طلعت هدية لفلام بيه وفلام مش عارف ايه وصحبك وصديقك وقريبك طب ما بمئتين ألف ربنا يكرمك حتة بيت صغير كده في أي حتة شعبية حتى مش مشكلة هم ناس دي مش هيدققوا معاك مش عايزين يعني أمارة في مصر الجديدة هم عايزين في أي مكان يتستروا وخبالك وتحمل أمارة وتخلي المهندس يصممها لك على أساس أن كل شقة سيدي أوضة وصالة ومطبخ صغير وحمام صغير ويد كل أسرة حقد تمليك للشقة دي والله هيدعو لك العمر كله هتبقى أنقصت أسرة من الضياع ربنا ربي بارف فيك والله العظيم نتمنى نتمنى أن يعني أن ناس يظهر لنا رسائل كده أن واحدة يتبرع بعمارة بالمنظر دوت لأسرة فقيرة والعشوائيات كتيرة جدا وتقدر تروح وتسألوا بقى في مباني محافظة كل مدينة حفظة القايرة مبنى محافظة القايرة مبنى محافظة المنصورة كفر الشيخ اسكندري أي حتة واسألوهم بقى عن أماكن العشوائيات وروحوا بنفسكم وشوفوا العيشة اللا آدمية عيشة والله الذي لا إله غيره أماكن أنت تقبأ وتأنف أن أنت تربي فيها فراخ مش تعايش فيها بن أدمين هحني النظر الرحيم يا ربنا باري فيك يا رب العالمين تعالي نرجع للموضوعنا من علامات الساعة صغرى وسمحون والله العظيم هذا الكلام أقسم بالله مش على هامش الموضوع مش بقى مش بقى أنت بتكلم عن علامات الساعة الصغرى إيه اللي دخلك في الموضوعنا والله يا جماعة أن فعلا الحادة دي تعندي أهم من توصيل علامات الساعة صغرى أنا أوصلك على علامات الساعة صغرى هتبقى عرفتها لكن انا لما بكامل في موضوع زي كده يبقى انت ربنا يا كريمك عرفت قد ايه ان انت ممكن تعمل بنفتح لك ابواب خير لان يا مناس بينضحك عليهم وبتصرف مبالغ تتخيل واحد حبيبي انا اعرفه كويس جدا والله بيقول لي ايه بيقول لي في مرة من مرات ماشي في احدى الشوارع في القاهرة لقيت مسجد ضخم اوي هذا المسجد ملوش مئزنة فصعب علي ليه ملوش مئزنة فدخل لقى المئة والقاعد قال له انت عملي المسجد ده وغير مئزنة ليه قال له الفلوس قصارته مقدراش نعمل مئزنة قال له تكلف كام قال له تكلف 85 الكلام ده من حوالي 7 سنين 85000 جنيه قال له طي قادي شيك ب85000 جنيه روح يا سيد يعمل مئزنة للمسجد عشان الناس تسمع الاذان وتسمع قال له حاضر ايه راجل خد الفلوس وجزالة خيرا والله ما جسر يعني دكن عليهم ما خايل ما ماتش لمئزنة ولا غيره التاني عد على نفس المكان بعد حوالي 6 شهور فمنقاش مئزنة فراح دخل عليهم فقال له حضرتك مش واخد فلوس منه عشان مئزنة قال له لا فلوس ولا غير فلوس وانسى الفلوس ده خالص واعتبر نفسك ما دفعتش حاجة ولقربت من هنا هتتضرب برصاص والله يبين لفظ كده قال له لقربت من هنا هتتضرب برصاص وكان فلوس المسجد فلما جاب يشتكيلي قطلوا انت خلطان قال لي ليه قطلوا اسأل الأول انت بال85000 جنيه دي حبيب قلبي ربنا يكرمك بدلا ما كنت هتعمل مئزنة ما هو كده كده الصوت واصل هما يعني لو ما عملوش مئزنة الدنيا مش هتتخرب هي قطر يعمل حتة عمود كده بسيط خالص تمام ويعلق على رأس العمود ده حتى عمود خشب تمام ويعلق على رأس العمود ده الميكروفون وانتهت المشكلة والحمد لله الصوت موسط للدنيا كلها انما انت بال85000 جنيه دي كنت تقدر تبني مسجد بيت صغير زاوية بيت لربنا سبحانه وتعالى بيت الله عز وجل مسجد يعني تبني بيت وخبال حقيقة تبني مسجد بال85000 جنيه دي وتخلي الناس يصلوا فيه بقى في بيزن حسناتك او كنت تجيب شائتين ثلاثة من الشوء البسيطة الرخيصة تمام وتسكن فيها الأسر الغلابة دي هي دي المسألة في ناس كتيرة فيهم خير والله العظيم والناس كلها فيهم خير لكن محتاجين حد يواجه امتعد نرجع لعلامات ساعة صغرى العلامة رقم 13 شرب الخمور واستحلال الخمور اسمع الحديث المرعب ده حديث فعلا مرعب والله يا جماعة اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح قدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمرة وسكر خدوا بالك بقى خدوا بالك يا الشباب اللي بعض الشباب ممكن يكونوا وعوا في الخمور والمشاكل دي كلها من شرب الخمرة وسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما أربعين يوم ما يتقبل له صلاة خمس فروض فاربعين يوم بمتين فرد عشان شربت خمرة عيازا بالله شوية خمرة صغيرة لنشربهم شاب ما يتقبل له صلاة أربعين يوم أي نعم فإن تاب فإن مات إنه أعساب بيليه فإن مات يعني لو مات قبل ما يتوب دخل النار لأن الخمر أم الكبائر خدوا بالك فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه خدوا بالك الكلام ده كله النبي بيكرره ثلاث مرات ليه علشان تاخد بالك الموضوع خطير لو تاب تاب ربنا يتوب عليه ما تابش لم تقبل له صلاة أربعين يوما ويخش النار خد بالك فقال النبي صلى الله عليه في الآخر فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال فقالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار أهل النار بيعذبه فالعصارة دي نزل من جسمهم فالرجل ده يشرب عصارة أهل النار اللي نزل من جسمهم لأنه شرب الخمر واستحل الخمر ولم يتب من شرب الخمر أما من تاب فإيه يعني خلاص بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صريحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تحضرون هناك ستين صغرين قوي لكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قصة الأولينية كان غلام صغير كان عبدا رقيقا عند سيدي وكان سيده كان رجل شارب خمر بقى وكان أحوال ويعني بعيد عن ربنا التمامل وكان كل يوم يجمع صحابه بقى وشلة الأنس ويعود الشاب الخمر عيزا بالله في يوم الأيام سيده ده رح طالب منه قال له يا غلام خد أربع دراهم وروح أكتنا بقى كده إيه شوية فكهة كده يعني لزوم القاعدة بقى نعود بقى نشاب خمر وناخد ناكل فكهة قال له حاضر خد لربع دراهم وبعدين ماشي فهو في السكة راح يجيب الفكهة لقى الرجل العالم العابد منصور ابن عمار منصور ابن عمار فلقى منصور ابن عمار واقف والناس مجتمع حواليه ومعه واحد فقير كده فبيقول من يدفع لهذا الرجل الفقير أربع دراهم سأدعو له بأربع دعوات إلا هيدي له أربع دراهم أنا هدعي له أربع دعوات فالغلام لقى فرصة منصور ابن عمار رجل يعني ما شاء الله يعني هو يحسبه على خير وهو رجل يعني بيظنه أو بيحسبه أنه مستجهب الدعاء فهل حلو أربع دراهم مقابل أربع دعوات من منصور ابن عمار شيء جميل جدا فرح ميدي له الأربع دراهم وقال له ديها الفقير فقال له طيب يا غلام عايز أربع دعوات إيه قال له أول دعوة إيدي ربنا يخلصني من سيدي شرب خمر ورجل بعيد عن ربنا فيعني أنا مش عايز بسي يعني أبعد عن ربنا قال له طيب حاضر أن دعاله قال له من دعاء التاني قال له أن ربنا يخلف عليك الضلاهم أنا هرجع له دلوقتي هتضرب قال له طيب ربنا يخلف عليك الضلاهم قال له الدعاء التالت قال له أن ربنا يتوب على سيدي قال له أسأل الله أن يتوب على سيدك قاله الدعوى الرابعة قاله الدعوى الرابعة ان ربنا يغفر لي ولك وللحاضرين وлиسيدي فدعه فلما رجع طبعا اتأخر بقى على سيده بعدما اتأخر بعد الفترة دي كله وراجع له كمان لا في فكها ولا في اي حاجة قاله اين الفاكهة قاله والله قابلت الرجل العالم منصور بن عمار فدفعت له اربع ضلاهن وكده فما جبتش الفكهة فققل له قابلت منصور بن عمار قاله ايوة قاله دعالك اربع دعوات قاله ايوة قال له ايه هم الاربع دعوات قال له اول دعوة خليته دعيه ان ربنا يخلصني منك يعني كده جباله ايه جباله وشي كده على طول قال له دعيته ان ربنا يخلصني منك قال له اخي انت حور من وجه الله قال له الدعوة التانية قال له دعالي ان ربنا يخلف علينا اربع درام قال له ادي اربع تلاف درام هدية لك قال له الدعوة التالتة قال له ان يتوب الله عليك قال له تبتو الى الله عز وجل قال له الدعوة الرابعة قال أن يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار والجميع الحاضرين قال أما هذه فليست إلي فلما نم هذا الرجل بهذه الليلة جاءه صوت فقال أما إنك قد فعلت ما عليك فقد فعلنا ما علينا قد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين قصة كانت جميلة جدا ومؤسرة جدا القصة الثانية أن رجل عابد في يوم الأيام وهو ماشي يعني دعتهم رأة لمسألة ما فلما دخل فوجي بأن هي غلقت الأبواب هي طلبت منه بتستغيثه في مسألة ما الرجل اتخدع ودخل البيت فلما دخل قايت له أنا أدعوك لشيء من ثلاث وإلا أعملك بقى فضايح إما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تفعل الفاحشة معي عيزا بالله فالله مش هعمل حاجة من ثلاثة دول قايت له خلاص أصرخ وأجمع الناس وعملك فضيحة وقولي أن أنت تهجمت علي فلقى نفسه بين يعني نارين هيعمل إيه؟ فما كان منه إلا أنه حال يختار يعني هو في حزبانه هو يعني فقال أختار أقل حاجة إيه هي؟ الزنة بلاش منه القتل برضو بلاش منه خلاص أرشب الخمر فشرب الخمر ثم قتل الغلام ثم زنى خد بالك ليه؟ لأنه لما شرب الخمر خلاص ذهب عقله فلم يعد يدرب أي شيء ففعل كل هذه الموقعات يبا دي كانت العلامة رقم 13 من علامات ساعة صغرى يعني بنقول يا جماعة الخير ربنا بل فيكو يا شباب المسلمين اللي مؤعتوا فريسة الخمر بسبب أصدقاء السوء بنقول يا شباب اللي بيشرب بق خمرة لا تقبل له صلاة ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة أربعين يوما فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال قال وما رضغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار تعالي نشوف العلامة رقم 14 قلنا جماعة لما جينا نكلم عن علامات الساعة صغرى قالنا العلامات الساعة التي لا يترتب عليها أي عمل ولا أحكام شرائية هنعديها بسرعة مش هنقف معها كتير العلامة رقم 14 قتال العجم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تقاتله خوزة وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف أفو كده زغنطوط صغار الأعين الأعين صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة تحس كده أن نوشه مطبق عام الحادثة حاجة زي كده يعني وخبالك نعالهم الشعر طبعا بعض العلماء صرفوا الحديث ده لحديث الملحمة فاكرين حضراتكم لما تكلمنا عن الملحمة أن يا جماعة أن حديث النبع السلام في العلامة من ضمن علامات اللي ذكرناها ستصالحون الروم صلحا آمنا خدوا بالكم هنصالح الروم وده اللي حصل دلوقتي فيه التصالح الآن بين المسلمين وبين أوروبا وأمريكا هم دلوا الروم صلحا آمنا فتغزون بلدا من جهة الشرق يعني إيه البلد دي بعضهم قال إنه الصين وبعضهم قال يعني الله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه المواصفات الحقيقة تنطبخ عليهم يعني ثم يأتي رجل نصراني فيرفع الصليب يقول انتصر الصليب فيختره المسلم فيجتمع النصارى في ثمانين غاية أو ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر ألف رجل وتكون الملحمة الكبرى في أرض الشام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعب عن ده كلام بعض أهل العلم هذه مسألة والله أعلم رقم 15 من علامات ساعة صغرى قتال الترك الترك مين هم الترك؟ بعض الناس فكرة الترك هم تركية لا الترك هم المغول والتطار الترك هم المغول والتطار النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا كما عند مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجههم كالمجان المطرق برضو حدثة تانية خبالك يعني دي على طريق الزراع ودي على طريق الصحراوي والمسلمون طبعا قاتلوا الترك في عصر الصحابة خدوا بالكم جاء من العلمات ساعة صغرى وحصلت قريبا جدا حصلت في عصر الصحابة في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية بن أبي صفيان رضي الله عنه وارضاه طبعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من قتال صنفين من البشر مين هم يا جماعة الأحباش والترك قلنا الترك اللي هم مين المغول والتطار المغول والتطار المغول والتطار طبعا دون مكانهم حاليا في أماكن بقى شرق أسيا والحادية وخبال حضرتك يعني إيران فما بعدها فشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسناد الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا التركة ما تركوكم لو حضرتك تتأمل قتال الحبشة عنيف جدا وقتال المغول والتطار عنيف جدا في غاية العنف هد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن في آخر الزمان مين اللي هيهدم الكعبة رجل من الحبشة برضو اسمه ذو السوايقتين نوع سلم بيقول للصحابة أن يهدموا الكعبة رجلون يقال له هذه السوايقتين خب بالك بقى فبيقول إيه نوع سلم في الوقت التانية يقول إيه ولكأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها حجرا حجرا بيقول كأني شايفه دلوقتي قدام عيني وهو بيهد الكعبة حجر حجر الكعبة تتهد آه في آخر الزمان هتتهد ليه؟ لأن الكعبة تتهد والكرآن سيرفع لأن الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت دا لا يستحقوا وجود الكعبة ولا يستحقوا وجود الكرآن لأنه مش هيبقى فيهم واحد لا بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرأ كرآن ولا يعرف حتى إن في إله للكون مش يعرف يعني حتى إن بعضهم يقول إيه يقول سمعتوا آبائي وأجداد يقولون كلمة عجيبة يقولون الله الله وإنه زي كرواية جاءت عند مسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إليه تقوم الساعة حتى لا يقالوا في الأرض الله الله يعني يوم ما هتقوم الساعة مش هيبقى فيه بني آدم عشان تعرف أدي ربنا لطيف ورحيم بعباده إنه لا يمكن تقوم الساعة الساعة الكبرى بقى القيامة لا يمكن تقوم القيامة على إنسان مؤمن لأن قيام الساعة شيء مذهل شيء صعب جدا جدا يوم ما طرونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملاء وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله الشديد المسألة صعبة جدا جدا يعني قيام الساعة دي لا تقوم إلا على شرار وحديث مسلم عند مسلم أيضا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يا رب لا تبلغنا في خيام الساعة يا رب العالمين وقبضنا إليك غير مفتونين الإمام الكرطبي الرحمة 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 الر ثم أوغالوا حتى وصلوا إلى بلاد مصر المغور والتطار وصلوا إلى بلاد مصر ودخلوا وأفسادوا في مصر أياما أفساد لحد ما ربنا سبحانه وتعالى مكن منهم الرجل يعني القائد المظفر بفضل الله اللي هو قتز رحمه الله رحمة الله وسعه فانتصر عليهم بفضل الله في معركة عين جالوت طبعا خروج التطار ده هم خرجوا في القرن السابع الهجري وكان كلام ده في زمن الإمام النووي رحمه الله رحمة الله وسعه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى شوف يا أخي سبحانه وتعالى خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهم إن سبحان الله على قد ما التطار والمغور دول كانوا حاجة يعني ربنا عافينا عافيك كانوا كبوس كبوس بجد يعني كان مجرد إن دولة تسمع إن التطار والمغور دخلين عليهم كانت تبقى مصيبة كبيرة لأنهم كانوا يقضوا على الأخضر واليابس كانوا بيدخوروا يعني يخربوا كل شيء لدرجة إن يتخيل خربوا المكتبة يعني المكتبة بتاعت بغداد دي كان فيها كتب لا تخطر على قلب بشر كان حاجة طراث إسلامي خطير لدرجة إن لما رموه في نهر دجلة نهر دجلة من الحبر انقلب إلى اللون الأزرق أو اللون الأسود وخبالك من شدة الحبر إن عملوا الكتب نفسها جسر في النهر من كثرة الكتب والإيه والمخطوطات اللي كانت موجودة في هذه المكتبة فهقوا ليه الناس هم هم نفسهم التطار والمغور هم هم نفسهم أسلموا بعد ذلك بعد كل الخراب اللي عملوه في الدولة الإسلامية وخروجهم ثلاث مرات على المسلمين أسلموا بعد ذلك وكونوا دولة إسلامية قوية جدا جدا كانت من أعظم أسباب الانتصار في فتح الكسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى إن هم ناس أقوياء جدا جدا وشارثين جدا في قتالهم ربنا سبحانه وتعالى زي ما كان هم مسلطين على المسلمين ربنا استخدمهم لنصرة الإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فكان من أعظم الفتوحات اللي تم دفع دون فتح القسطنطينية بفضل الله وده طبعا يعتبر تهيئة لفتح القسطنطينية اللي هو الفتح الكبير الذي أخبر عنه نبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى من ضمن علامات الساعة الصغرى العلامة رقم 15 قتال الترك العلامة رقم 16 نقف معها سن صغيرة كثرة الزلازل ده من علامات الساعة الصغرى أيها من علامات الساعة الصغرى ايه الدليل على كده حديثين بعد ما تصل على النبي مرتين صلى الله عليه وسلم عن سلم ابن نفيل قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودهر حديث طويل كده وحكاه كان من ضمن الحديث أن نبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث روى أحمد بإسناد حسن أن نبي صلى الله عليه وسلم قال وبين يدي الساعة موتان شديد موت شديد جدا قتل شديد جدا وبعده سنوات الزلازل بعد الموتان الشديد ده سنوات خد بالك مش بقال بقى زلزال ولا اتنين سنوات الزلازل حديث تاني عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل الله ده كأن النبي شايف الواقع اللي احنا عايشينه من وراء زجاج شفاف لو تفتكروا حضراتكم كان اول زلزال صلى الله عز وجل ان يحفظ مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين من الزلازل والبراكين والمحن والفتن يا رب العالمين اللهم امين لو تفتكروا حضراتكم الحضر زلزال سنة اتنين وتسعين انا اذكر ساعتا كنت كنا بنصلى العصر في المسجد وسبحانك يا رب يعني يقول لك لما الاهمة الكبار يقول لك عند المحن تنفسخ العزائم فعلا اصلا واحد يقول لك ايه يعني زلزال ييجي وانا بصلي واساجد وبين ايدين ربنا واموت وانا ساجد احنا كنا بنصلى ساعتا وكنا في الرقوع الامام بيصلي بينا لصلاة العصر الله اكبر نزل ركع حصل الزلزال تخيل حطرتك ان الامام اللي بيصلي بينا طلع يجري منفوينا يعني تخيل طبعا مفاجأة لا تخطر على قبل واشر احنا قلنا في حد بيلعب نطة الانجليز وحنا بنصلي العصر احنا بينا اللي بنصلي مفوينا طبعا الارض عمالة طبعا كان منظر مفزع جدا وزلزال الحقيقة قوى جدا ربنا يا رب العالمين يحفظ مصر ويحفظ بلاد المصريين يا رب العالمين اللي حضر الزلزال وشاف منظر الزلزال ورجة الزلزال يعني لا يمكن يتخيل فعلا حاجة مرعبة حاجة فعلا مفزعة قبل حضرتك فشو بقى كترة الزلازل شو بقى الزلازل اللي بتحصل في شرق اسيا واللي بتحصل في اليابان واللي حصلت في الصين واللي حصلت في تركيا واللي حصلت في بلاد مصر واللي حصلت في بلاد كتير جدا زلازل 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 لو تلاحظ وادق النظر في الفترة الاخيرة كترة الزلازل بشكل غير عادي وده كنا من نبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم الزلازل دي إيه سببها يا جماعة طبعا الجماعة الجماعة بتوع الجيولوجيا والحاجات ديت بيقولوا إن الزلازل دي كلها بسبب إن طبقات صخرية بتتحرك فطبقة بتنزل وطبقة مش عارب بتخش إزاي والتانية بتعمل إزاي فبيحصل تجويل فبتنزل الأرض يعني الموضوع آه صح أنا معاك من ناحية العلمية صح لكن يا جماعة تعالوا نتكلم صح بقا هو الإشرة الصخرية ديت أو الصخور دي بتتحرك بغير إذن الخالق طبعا لا يبقى إذن تحركت لماذا بسبب كثرة الذنوب التي تمارس في هذه البقاع يعني مش معنا كده وخب بالك من حاجة بقى وأحيانا انت بأرض طيبة ويقع فيها زلزال من باب الامتحان والابتلاء كما حدث الزلزال في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب حصل زلزال في عهد عمر بن الخطاب وقال عمر مغضب وقال عمر مغضبا وقال والله لو حدث هذا مرة أخرى لا أساكنكم في هذه الأرض أبدا لا يمكن أعيش معكم في أرض يكون فيها زلازل لأن كلها بسبب يعني سخط الله وإعقاب المولى عز وجل إن شاء الله نكمل علامات الساعة صورة لكن بعد فاصل قصير فافقوا معنا جزاكم الله خالي لحسن الاستماع صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهم مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخر الحقيقة الأخت فاطمة وأم علاء وأم عمر وأم علاء بتقول لدعينا بالسببات عن لقاف ربنا سببتك ورب العالمين ورسالتين بسرعة كده في عجالة الأخت رمزية من الرياض والأخت هاجر من سوريا بيقولوا طمينة على حبيبة بنتك الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله دعوالها طبعا برضو لأن طبعا الحاديث ساب أثر جامد في رجليها فدعوالها بقى ربنا سبحانه وتعالى يضيب هذا الأثر من رجليها وأبو بكر بيقول لديه بشفاء ربنا يا شبيك وندعو اللي شايماء بتهسير ولادتها والحقيقة رسالة عجيبة جدا أخت بعتها بتقول إلي أبي الشيخ محمود المصري لك عندي بشرتين وطلب ده لسه وسط درقة حنن أما البشرتين فرأيت رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمام الناس أنك من أهل الجنة يا رب إحنا وإنتوا جميع المصريبين يا رب والبشرة الثانية ما اكتملتش رسالة فقالت بعت رسالة يمكن تكون يعني بعتك من مليل السارة يمكن تكون البشرة تانية ربنا يكرمني بسبعين واحدة من الحور العيني تبقى حلوة يعني ربنا يكرم لك يا رب العالمين وبارف فيك تعالوا نشوف نكمل مع بعض علامات الساعة الصغرى بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم رقم 17 أخوي وحبيب أخت الفاضلة قبض العلم وكثرة الجهل ياه ده من علامات الساعة الصغرى من علامات الساعة الصغرى إيه الدليل على كده قول يا حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم يا الله ينزل فيها إيه الجهل ويرفع فيها العلم طيب تعالوا نشوف حديث تاني في البخاري برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أن يرفع العلم ويثبت الجهل طيب قبض العلم ده هيكون إزاي هل واحد عالم ربنا هينزع العلم من صدره ولا إلا يحصل لا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في الحديث اللي روايه بخاري ومسلم ان قبض العلم يا جماعة مش ان ربنا يقبض العلم من صدر العلماء لا انما يقبض العلم بقبض العلماء نفسهم ونزاك تلاحظوا في الفترة الاخيرة كم كبير جدا جدا من علمائنا الافاضل الاجلاء ده لدرجة ان الفترة يسيرة جدا حدث فعلا نكبة نكبة كبيرة ويعني ابتلاء شديد جدا للامة الاسلامية ان في وقت قصير جدا يموت الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه الشيخ ابن بازل الله يرحمه الشيخ الألبان الله يرحمه وعدد كبير جدا من علماء الامة الافاضل الاجلاء اللي ما يتعوضوش اللي فعلا ما يتعوضوش جيل فريد جدا جدا في هذا الوقت يعني ربنا يا رب يرحمهم رحمة وسعة ويجزيهم عننا كل خير يا رب العالمين فالشاهد في الموضوع ان الربية صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما وفي رواية حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هي دي المشكلة ان احنا عايشين في زمن صعب قوي كنت عندي دكتور قريب فبدردش معاه هو راجل دكتور مش دكتور في الدين هو راجل دكتور في الطب يعني راجل فاضل من خيرة الناس اللي انا بحبهم في الله يعني والله فبيقول لي بيقول لي يا شيء محمود انا بفتح القلوات القلوات الفضائية بسمح حاجات فعلا يعني تشيب حاجات تشيب شباب ربنا يا رب يبارك في جميع رب العلم لسه يعني بيحبوا في ألف به علم يدوب قراروا كتاب وحفظوا جزء القرآن وخلص ولقى المسألة سلكة والدنيا خلص ما بقاش فيه يعني دلوقتي ما بقاش فيه ما بقاش فيه مرجعية بقى دلوقتي خلاص المسألة بقت هيصة دلوقتي بقت هيصة بجد كل اللي عايز يقول يقول اللي عايز يقول ولا رقيب عليه ما فيش مشكلة خلاص ولو حبيت النهاردة يعني احنا وصلنا المرحلة خطيرة جدا في ان انت النهاردة لو لقيت حد بيقول كلام غلط لو حبيت تصلح له الكلام دوت اصبحت انت من قعداء عداء هذا الرجل يشهر بيك ويشتم فيك ويسفه ويفضل يقول عليك كلام يعني حاجات مما اضطر بسببه وطبعا ده مش عذر اضطر بسببه عدد كبير جدا من علماء الامة الو ما يتكلموش اللي هنعمل ايه ودلوقتي شاب طالع قال تخريف على فضائي جارد ان انا اوجهه يسب ويشتم ويفعل ويروح يطلع ويروح يتكلم عنه كلام في منتهى البزاءة طب الرجل اللي يعمل ايه يعني هيفضل بقى دايا عاديه ودايا عاديه ودايا عاديه ودايا يشتم فيه ودايا يسب فيه فيقوم مرايح دمامه الساكت احنا وصلنا للمرحلة دي وصلنا لاني مش بكلم عن حياة مرخيال لا بكلم عن واقع واقع احنا عايشينه ان تلاقي النهاردة خلاص ما بقاش فيه يعني النهاردة كترة القناة الفضائية ربنا يا رب يبارك لكن مع كثرة القنوات هذه ليست ظاهرة صحية زيما الناس بتظن لا لان هي كانت تكفينا قناتين او تلاتة بيك كتير اوي كانت تكفي ان كل دعاة وعلماء الامة بفضل الله ان اما يجتمعوا ينصقوا يزبطوا المسألة ويوصلوا لعلم والله والدنيا كلها هتنتفى لما لما يكون نهاردة عشرين خمسة عشرين قناة مثلا فضائية اسلامية مثلا او قناة بتقدم دروس اسلام طبهم احتاج انه يملى القناة بتاعته كم كبير من العلماء لا يقل بحل من احوال عن خمسين عالم او داعية لكل قناة طيب هيجيب منين اعد غنماتك يا جوح ما فيش قبلك الناس اللي هم اهل العلم المدققين الناس اللي تقدر تاخد منهم كلمة وتطفق في علمهم وتحس ان الرجل ده رجل فاهم مش مسألة بقى رجل مذاكر كويس لا رجل فاهم رجل دارس وفاهم في نفس الوقت وعارف وقع الامة وعارف بيتكلم في النصص ده ويرقع ويرقعها الارض الواقع ازاي هتلاقيهم يعني يعدوا على الاصابع يعني ان انت عشان تقول بصراحة الناس الثقاط اللي انا بسمع منهم سين وعين وصد وجيم ودال بس وقفل طيب ما هو الخمسة دولت مش هقدر حطهم في عشرين قناة لا طبعا ده هو كل واحد منهم كفاة عليه قناة وبكتير قوي قوي ممكن يبقى درس في قناة تانية وخلاص طب وبعدين وبيت القنوات حط بقى اي حاجة اي حاجة بقى فيقوم قيل اي كلام فيبتدي يحصل عند الناس شوشرة الناس تقول طب انا سدق مين ده هو تولده ايه يا مأسين انت عارف تعارف انت في عندك اصول وعندك قواعد وعندك ناس انت عارف ديانتهم وعارف علمهم من سنوات طويلة مش هتيجي النهاردة مثلا تشوف رجل داعية او عالم موجود على الساحة قبل حتى الفضاءات بعشرين خمسة وعشرين تلاتين سنة موجودين في ناس علماء فاضل ربنا يا بارك في اعمارهم وفي علمهم يا رب العالمين موجودين على الساحة الدعوية بقى لهم تلاتين سنة ما تجيش النهاردة داعية لسه طالع بقى له ستة شهور ويقول كلمة ينقض بها كلام آل وعالم بقى له تلاتين سنة وطول طب يا طارق سادق امين لا يبقى انت في حاجة عندك غلط يبقى انت الاستقبال عندك في مشكلة يبقى انت لازم تزبط المسألة مش معقول انت هتصدق شاب لسه تصارع بقى له ستة شهور وبعدين هي المشكلة النهاردة عندنا بقت ايه بقت فرقعة اعلامية يعني زمان ايام المساجد ربنا يا ربي يبارك في ايام المساجد ايام كان اجمل ايام حياتنا والله العظيم ايام المساجد كان يتقرف العالم الحقيقي من العالم المزيف خلاص رجل اللي قاعد قدام الناس بيعلمهم وجها لوجه السؤال سين جيم ناس بتسألوا بتعرفوا بتختبروا وشايفين علموا وشايفين فبالتالي كل اموك توضحم الآن المسألة اختلفت تماما النهاردة المسألة اختلفت في ان النهاردة العالم او الداعية اللي كان يعني سبحان الله جيني والاجيال اللي قبل كلها بقى كلها اجيال البركة دي كلها كان الناس دي كان بيطوفوا البلاد كلها جماعة عشان طالب العلم والله اللي تيلاقي لغيره كنا بنموت عشان نجلس تحت رجل عالم من العلماء في عز الحر والموت والزحمة والتعب ومشاوير يعني مشاوير صعبة جدا جدا وصفر وبلاد عشان نقعد بس نسمع كلمتين من احد الدعاء او احد العلماء نتحلم منه كلمتين نقدر نوصل من خلالهم العلم بعد كده ثم بعد ذلك كل دولة طافوا البلاد طافوا البلاد ولفوا الدنيا كلها بعدما ربنا اكرمهم متعلموا ولسه بيتعلموا كمان لحد الآن فهم زي يعني يعني انا اذكر كلمة لهذا الشيخ الاول ايه مش عارف مش لاقي كلام اقوله بصراحة في حق هذا الرجل الرجل العلم العلم الرجل اللي هو بعتبره يعني من خيرة علماء مصر والعالم الاسلامي الدكتور محمد اسماعيل المقدم هذا الرجل عالم الاعلام ورغم ذلك هذا الرجل بيعتبر بيقول انا بعتبر نفسي ما زلت حتى الان طويل بعلم وهو عنده من العلم الله اكبر ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين ويعني هو ذخرة عظيم جدا للامة الاسلامية يعني ربنا يبارك لنا في عمره هذا الرجل رجل العالم عالم بجد ويقول انا طويل بعلم الامام الالباني رحمه الله رحمة الوسعة هو مين امام اهل السنة ويعني رجل يعني المحدث المحدث الكبير الامام العالم الالباني رحمه الله رحمة الوسعة كان في اخر ايامه لما بيسألوه عن العلم وحضرتك العالم الجليل والمحدث وكان يقولونا لا تقولوا هذا انا ما زلت طويل بعلم مش طالي بعلم طويل بعلم النهاردة المسألة اختلفت يا جماعة بعد عصر المساجد بقى والاعدات والمشايخ والدعاء والناس المتأثرين التقال فهمت ازاي دلوقتي كلمتين بقرام في كتاب على ايتين على قصتين طلع فضائيات فضيلة الدكتور هو مش دكتور فضيلة الدكتور او فضيلة الشيخ فلان فلاني فرقعة اعلامية حلقة تانية بقى نجمة من نجوم والناس بكل اسف العوام البسطاء اللي ايمانياتهم جميلة يعني اللي كان مشايخنا كان يقولوا يا رب رزقنا ايمان العوام لاس بسطاء وعلى نياتهم وعلى سجيرتهم وعلى فطرتهم الجميلة لكن ما يقدروش علميا يفرقوا بين العالم وبين الدعاءة وبين اللي له عالم وله دعاءة فيبتدوا يقولوا دماغنا لفت يا جماعة فلان كان طالعا بارح في الفضائيات طب يا جماعة مش كل اللي بيطلع في فضائيات عالم ولا كل اللي بيطلع حتى في فضائيات داعية حتى تمام؟ يقولك ما انتوا لغبطون انت بتطلعهم ليه؟ احنا ما منطلعش احنا منناش دعوة تمام؟ فيبتدي يحصل عند الناس لغبطة كبيرة جدا أصدق سين والعين واللصاد أقولك حاجة بسيطة خالص انت عندك أصول وسوابت وانت من جواك حاسس ان والله انا اتلقى العلم او الكلام ده من سين وعين وصاد بس وخلص والحمد لله وانا يعني ادين الله عز جل ان فلان ده رجل ارض ديانته وعلمه فا اتلقى عنه خلاص ليجي مثلا في حاجة مثلا زي الحديث مثلا مايجي نتكلم نقول طب انت ليه ما بتتأكدش من صحة الحديث من ضعفه يعني ليه ما تم ربنا اكرمك مثلا واحد زي الشيخ الألبان الله رحمه 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 ranges صحيح الجامع وضعيف الجامع سلسلة صحيحة سلسلة ضعيفة يعني ما شاء الله يعني ما علينا بقى كل الحادات وعرفنا الصحيح من غيره تقول ليه طب ما ممكن يكون في بعض الحديث ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم لكن انت في النهاية ترضى ديانة هذا الرجل وعلم هذا الرجل فان أخطأ الرجل وانت مقلد فلا تلام انت تعزوا هذه المسألة تقول والله شيخ الألبان رحمة الله رحمة الله رحمة الله أول كم صاح الحديث ده أنا ما ذكرت شيئا من أندي خلاص الناس تعذرك في هذا الوقت لكن لازم يكون لك رأس ترجع إليه لازم يكون لك مرجعية في وقتنا هذا مثلا لما يكون لك مرجعية في الحديث زي شيخنا الشيخ أبو صحق ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين حاجة جميلة رجل عالم رجل عالم جليل يعني يعني نشيله فوق رصنا فوق رصنا ونفتخر أن الأمة فيها واحد زي الشيخ أبو صحق ربنا يحفظه ويبارك في عمره نفتخر أن الأمة فيها واحد زي الشيخ محمد أو الدكتور محمد بن اسمعيل المقدم يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره رجل رجل فخر للأمة الإسلامية إذن فالمسألة بتحتاج أن احنا نقول هي لا ده هم دول أصول دول أصول ما تقدرش تختلف لو النهاردة الشيخ أبو صحق قال كلمة أو الدكتور محمد بن اسمعيل المقدم قال كلمة خبالك وجيه شاب وقال أي كلمة لا ما تقبلاش منه تقبلها من العلماء الكبار دولت أخي بالك هي دي المسألة أن فيها جماعة عندنا أصول بأن نرجع لها في أصول ما نقولش بقى نصدق مين ولا مين لا زيك النبع السلام هو اللي قال كده قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل النهاردة لما فقدنا عالم جليل زي الشيخ الألبان بالله رحمه رحمه وسعه بالله عليك لحد إمتى أو بعد كم سنة نقدر نعوض واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمه 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 رفع العلم او ان يرفع وقبض العلم وكثرة الجهل ربنا يرزقنا يا رب العالمين العلم النافع والعمل الصالح يا جماعة الخير ما فيش اي اضطراب ولا في اي مشكلة ولا في اي بلبلة ولا اي حاجة كل ما في الامر انت بتدين المولى عز وجل ان انت خلاص بتسمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان اربعة خمسة الناس دولة الحمد لله بيعرفوك كل حاجة الحمد لله اش معنى كده يقولك ما اسمعش الباقي اسمع الباقي واسمع وانتفع بكل الناس ربنا يا رب يبارك في كل الدعاء لكن ما تجيش لشاب لسه طالع بقاله خمسة شهور بيقول كلام ونفس الكلام قاله واحد زي الشيخة بوصحاق ربنا يحفظه بار فيه وطول انا محتر اصدق مين ولا مين لأ طبعا من غير ما ترجع ولا تسأل طبعا لازم تصدق الشيخة بوصحاق ده من غير كلام ومن غير ما تسأل حد ومن غير حتى ما تستفت قلبك لأ ليه ده رجل عالم رجل عالم بقاله اكتر من 30 سنة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى هل يقارن بشاب لسه طالع بقاله 6 شهور يقرب قرب كلمتين وممكن يكون ليس عنده الاصول ولا الادوات اللي يستخدمها في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى طيب رقم 18 أخوة حبيبي من علامات الساعة الصغرى وهي علامة خطيرة جدا 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 وزي ما قلت لحضرتك نظرا لان الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى احنا طبعا في ايام الفتن وفي ايام الفتن الايمانيات بتنقص لكن بتزيد بقى دلوقتي الحمد لله مع عودة الصحوة لحديث النبي على السلام حديث روى مسلم للناس كتير كان بتخاف منه لكن الحديث ده كان بشرة عظيمة للامة لو فهمته حديث روى مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الاسلام غريبا قبالة بقى وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء بدأ الاسلام غريبا ثم مكن الله له تمام واقام النبي دولة للإسلام اعظم دولة في الكندة كله ثم يعود غريبا حينما تتخلى الامة عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فان عادت الى منهج النبي يمكن لها مرة اخرى وسيعود غريبا ثم يمكن للإسلام فده من اعظم البشارات التمكين لهذه الامة الميمونة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن خبالك من حاجة بقى رتم الإيمان احفظوا مني الكلام ده رتم الإيمان والعودة الى الواحد الديان سبحانه وتعالى الآن في ارتفاع في صعود غير عادي لان احنا في الفترة اللي هي الإيمانيات والإسلام بيمكن وبيرتفع وا 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 لحد كلها لحد ما يوصل لأعلى درجاته امتى في عهد المهدية زي ما هنجي قد سعيين بقى للمعامعد احنا نيجي بقى الكلام جميل او بقى هتسعد جدا بقى واحنا بيتكلم بقى عن علامات الساعة الكبرى بقى وبنتكلم بقى عن قيام الساعة ويوم الايام ويحصل ايه والاخبار موضوع جميل او 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 انا بقولك هو موضوع العمر موضوع العمر كله ان احنا نعرض ونتعايش مع رحلة الى الضار اخر انت مروح يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقين ففي النهاية وان الى ربك المنتهى فلازم تعد الزاد ولازم حد يفكرك كل يوم كل يوم او على اقل مرة كل اسبوع حد يفكرك بان فيه اخرى فيه ضار اخرى وانت مقبل على الله سبحانه وتعالى نشاهد في الموضوع ان احنا نفضل في ازدياد في ازدياد لحد ما نوصل لعهد المهدي ان اخب بالك من حاجة الارض تمهد الان لاستقبال المهدي واحفظ الكلمة دي الارض تمهد انا مابلش المهدي عليه السلام هيظهر بكرة او بعد او بعد ستة شهر او سنة لكن بقول الكرة الارضية كما قال الامام الالباني رحمه الله ورحمة الله وسع الارض ستهيأ ستهيأ قبل ظهور المهدي اللي كان من ضمن الشبه الغريبة اللي انا بعض الناس قالوا طب ازاي يعني ان المهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة وانه يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا ايه يعني هو احسن من النبي خبالة هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم لا طبعا مش احسن من النبي طيب ده النبي قعد يجاهد 23 سنة وما تملقتش الدنيا عدلا وبتاعه كما ملئ الظلما وجورا يعني ما قدرش انه يكون سبب في هداية الكون ده كله قال لك لا لان النبي لما ظهر كانت الدنيا كلها على الكفر اما المهدي لما يظهر هتكون الدنيا كلها تهيئت ان تكون على الخلافة الاسلامية مرة اخرى والدنيا كلها هتكون مهيئة لاستقبال المهدي يعني عليه السلام شاهد في الموضوع ان الارض الان كل الامات في ارتفاع والاسلام في تمكين وا 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 لحد ما نوصل لاعلى درجة بفضلة يكون وقت ظهور المهدي ثم نزول عيسى عليه السلام وبعد كده مباشرة بعد موت المهدي وبعد موت إيسى عليه السلام بعد كده يرجع الايمان ينزل المحام من حضر بتاعه من قمة الهرم الى اسفل الهرم لحد ما فيش ايمان خالص فتهدم الكعبة ويرفع الكرآن وتقوم الساعة على هؤلاء الشرار ووضحة المسألة عملة ازاي قال صلى الله عليه وسلم العلامة رحمة 18 وهي رفع الكرآن من الصدور ومن المصاحف احفظ الكلمة دي رفع الكرآن من الصدور ومن المصاحف ايه الدليل خدي الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم وده اخر علامة هنختفي فيها النهاردة يقول صلى الله عليه وسلم كما عنده ابن ماجا والحاكم بسند صحيح ان النبي سلسلم قال يدرس الاسلام يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب ايه يدرس يعني تدي يضمحل يضمحله وينزل ويختفي واذا flexible يختفي وشي الثوب ايه وشي الثوب عندما بيجيب فنلة عليها نقوش ورسومات النقوش ورسومات ديت الفانيلا تغسطت مرة التانية التالتة الرابعة العشرة يبتدي ايه الرسومات ديت تبتدي ايه تبهت 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 لحد دا ما تتمحي الصورة اللي موجودة على التشيرت او على الفانيلا طيب فالنبي بيقول يدرس الاسلام كما يدرس واشي الثوب حتى لا يضرع ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى اسمع الكلام المرعب ويسرى على كتاب الله في ليلة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يا رب سلم سلم يا رب ليه هيحصل ده لأن الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده بعد موت المهدي وبعد موت إيسى عليه السلام لا يستحق أصلا أن يكون ما بينهم مصحف ويكون ما بينهم كعبة لأنه هيرجعوا مرة تانية لما هنرجع بقى نتكلم عن علامات الساعة الكبرى هترجع الناس مرة تانية لعبادة الأصنام ويحطوا الأصنام حوالين الكعبة مرة تانية حد ممكن يتخيل ده حبيبي حد ممكن يتخيل أن بعد الإيمانات الحلوة والصحوة الجاملة ديت وبعد كده ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى هل ممكن تتخيل أن بعد كده في آخر الزمان ترجع عبادة الأصنام مرة تانية هترجع عبادة الأصنام ليه وما ربك بالظلام للعبيد لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم ما دل تقوم على المساعة طيب عبد الله بن مسعود في حديث لكنه موقوف على ابن مسعود لو التبراني في الكبير بسند صعيح لكنه موقوف يعني ده من كلام عبد الله بن مسعود لكن زي ما يقول العلماء مثله له حكم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لَيُنزَ عَنَّا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ يُسْرَ عَلَيْهِ لَيْلًا فَيَذْهَبُ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ فَلَا يَبْقَ فِيَنْ أَرْضِ مِنْهُ شَيْهِ الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله وسعه بيعلق على حديث النبع السلام وبيعلق على أفر بن مسعود كما في مجموع الفتاوى فبيقول يسرى به يعني بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور يعني تفتح المصحف تلاقي الصفحة إيه بيضة ما فيش كرآن مكتوب فيه قال له ده كان مطبوع اتمسح سبحان الله يسرى به في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف يا رب سلم سلم تخيل بقى نعمة الكرآن الكرآن اللي ربنا قال وننزل من الكرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله أكبر اللي النبي قال عنه الكرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار الكرآن اللي النبي قال عنه أبشروا فإن هذا الكرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً الكرآن اللي النبي قال عنه سورة من الكرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك دواصية الإخوان والأخوات وأهل وأحبابي اوعوا تنسوا تقرأوا سورة تبارك قبل ما تنموا مشكلفكم ثلاث أربع دقائق لو الواحد مات ينجو من عذاب القبر سورة تبارك والحديث صحيح سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر المانعة مش المخففة المانعة من عذاب القبر الله أكبر عايزين منح قدي أكتر من كده يعني عايزين إيه يقالوا لقارئ الكرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي اطلع في الجنة وارتقي وارطل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأوها عشان كده إحنا قلنا إن حملة خير أيام الدنيا شاركونا في الحملة دي بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم مش هكلفنا حاجة صيام قراءة كرآن ذكر المولى عز جل نكتهت في أعمال الخير في الصدقات في ربنا يبارد فيكم صرح الرحم عايزين نصل الأرحام في هذه الأيام الجميلة المباركة وإن كانت صرحة الأرحام تتأكد في كل الأيام السنة لكن يزداد تأكيد أو يزداد وجوبها في الأيام الجميلة وأيام المباركة وأيام الأعياد وأيام الخير الجميلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فعايزين نكتهت ربنا يبارد فيكم واتنسوش صيام يوم عرف فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال حملة خير أيام الدنيا عايزين كل المسلمين يشاركونا في الحملة وما ننساش برضو حملة مقاطعة التبرج ربنا يباري فيكم رب العالمين عايزين ندى كل حلقة كده إن شاء الله لمجموعة كبيرة جدا من أخواتنا ربنا يباري فيكم فضل الحقيقة ديتين بالزبط هادع فيهم في عجلة سريعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلا ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا أسطر عيوبنا تونى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب بارك فيه علماء المسلمين يا رب بارك فيه علماء المسلمين واحفظهم من كل شر وسوء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سختك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اللهم عنا على طاعتك في كل وقت وحين اللهم عنا يا رب العالمين على صيام وقيام وقراءة القرآن في التسع الأوائل من عشر ذي الحجة يا رب العالمين ارزقنا صيام يوم عرفة ارزقنا حجا مبرورا وزنبا مغفورا رد الحجاج إلينا ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى لي وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا